اللي عندي تاني اخدنا الشورت اي وقلنا the a makes the sound a وي زي كلمة cat hat mat وقلنا الشورت اي بصوت تاني ايه هو صوت تاني بانطاو ا امتاو ا انا بليجو وراغ ار زي كلمة car jar form واخدنا شوية حروف مركبة وقلنا محتاجينها في المستوى الاول اللي هي sh make the sound shot زي كلمة charb والch make the sound shot زي كلمة chat والch اوقات بانطاها the زي كلمة think والch بانطاها the زي كلمة that ده كلمة محتوى الحصة اللي فات. النهاردة ان شاء الله معادنا مع الشورت او. الشورت او. يعني ايه شورت او? pronounce the letter او يا جون باي اتس ساوند. يعني بنقول حرف الاو بصوته. هو صوته ايه اخدنا بالحروف the o makes the sound o. او. يبقى انا لازم يطلع الصوت ده مني في الكلمة. او. او. لكن الشورت او في الامريكان اكسينت مختلف شوية. لازم انطاقه بصورة معينة. وهنشوف دلوقت ازاي? حد عنده ايه سؤال في الحصة اللي فاتت? في الشورت اي بانطاو او او يعني ايه شورت او? يعني بنطق حرف الاو. بقوله بصوته مش باسمه. بقول حرف الاو بصوته مش باسمه. طيب. ذا ليه متخد بقى من النهاردة هيكون في مقارنة. من النهاردة هيكون في مقارنة. يعني مقارنة هنقارن الشورت او بالشورت اي. ليه? علشان الطفل منساش. اللي فيه. وده الجديد في الكورس او اللي بيخلي الطفل يفضل عطول على استراره على المحتوى القديم. طيب. تعال نشوف الشورت او. The B makes the sound B. When O makes the sound O. مع بعض يبقى با. با. The C makes the sound K. When O makes the sound O. مع بعض يبقى ك. The D makes the sound D. When O makes the sound O. مع بعض يبقى دا. دا. The F makes the sound When O makes the sound O. مع بعض يبقى ف. The G makes the sound G. When O makes the sound O. مع بعض يبقى ك. The H makes the sound P. When O makes the sound O. مع بعض يبقى. O. ونسيب حتة فضية. هقول لكم دي وقت ليه حالا? لما نخلص الشورتة O هقول لكم ليه? تمام? من här. erin. رؤ Emmm. حلظ powinerوك. حلظ. 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 قلنا اخذنا شرطة اي بنطاو او بنطاو او 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 لما يكون شرطة اي عدل واحده او لما يجوره حرف الار وقلنا الاس اتش بنطاها شا والسي اتش بنطاها تشا والتي اتش بنطاها ذا وثا الشرطة او في الاميركان اكسنت مختلف شوية بافتح كاها بوقي بقول با قد بالك انا قلت او محدش ييجي في الواجب بيقول لي او انا مقلتش ال او باسم وصوته بس بتفتح بوقك شوية با بي ميكسي ساون ب والاو ميكسي ساون او مع بعض يبقى او تيجيذر با با ك او كا د او دا فا او فا جا او جا او جا او جا او جا كا الو يبقى مخالبه با قد بالأ او جا او جا معاها يبقى مخالبه مخالبه Jeremy ومكتوب الأول يطبع من بوقت الأول ها الحرف اللي مكتوب الأول تمام يطبع من بوقت الأول ملاحظ ما فيش حرف الاي ما فيش حرف الاي ليه لاني مناخدش حرفين متحركين مع بعض ازاي مسلا مش فاهم ده حرف الاي الاو لو جبت ورا حرف الاي الحرفين مع بعض هدخلونا في الحرف المركبة صوت الاو ما ينفعش اجي بشرح لطفل الاو صوته او وديه دي او هيقول المستر بتكلم في ايه رابل ده بعبك تمام نفس الحكاية ما خدناش الاو مع اليو ليه لان الاو صوته او واليو صوته او لو خدناهم مع بعض بيعمل صوت الاو زي كنة وده هناخدنا ان شاء الله في الحروف المركبة طيب برضو حرف الكي مش شايفينه قلنا حرف الكي ما بحبش غير الاي و الاي مش هتلاقيه مع الشرط فاولز خلز غير كده طب برضو حرف الكي ما جبتهاش مستر مع الشرط اي لكا ولا مع الشرط يو لاني مفيش اصلا في اللغة الانجليزية كلمة كيو اي او كيو يو او كيو اي او هتلاقي دايما الكيو مرتبطة بمين مرتبطة بحرف اليو كوين كويك واردر كل دي كلمات هتلاقي اليو دايما اللازق اللي كيو ما بتجيش وراها بالحرف اليو تمام عشان بس ايه اكيد دي اسئلة بتدور في بالكم دلوقتي وانتم عجيب طيب تاني با او با كا او كا دا او دو حتى هيقول لي يا مستر انت تقول امريكان اكسينت وبرتش اكسينت مش باين حرف الاو حرف الاو مش هيبان النطق صح الا ما اقول كلمة كلها كانت دلوقتي ها با او با كا او كو دا او دو فا او فا جا او جا او جا او جا او جا بو الاو ما Daily ما 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 فا 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 رو 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 ايه المقارنة هنكمل و والو معها يبقى و انت كل اللي بتعمله بتحط صوت جنب صوت المقارنة سهلة جدا جدا وبسيط جدا جدا مش عايزك الكعب و اكس طبعا مش هتلاقي كلمة في الانجلش في اول كلمة اكس او فبنساسنيها ممكن نحط كلمة او اوكس 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 الواي مكس ساوند يه والاو معها تبقى يه الزي مكس ساوند زه والاو معها يبقى زه طيب تاني با اللي انا عمله حتى في الكتاب عندك موجود حرفين الاول وبعد كتاب نحط الحرف التالت مرة واحدة ويكتب كلها كلمة كلها كاملة حتى لو الطفل عادة انا ليه هدف في الناغي وعايز احققه طيب تاني با كا دا فا تمام مامي مامي ملك قلت بقول لي ما كتبت فيش لايه بسا ما كتبتش حرف الكي انا قلت اهو ما فيش كلمة في الانجلش كي اي ولا كي او او عشقيا ما هدنهمش هتلاقيهم على الاي والاين اذن الله تمام طيب تاني با كا دا فا جا ها اتفقنا انا ما بمطقش يا جماعة انا بقولش لابني قول ورايا بق لا 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 احنا خدنا صوت حروف هو مكلف او مطالب اقول له ده صوته ايه هيقول لي با وده ايه او او مع بعض هيقول لي بو ما اقولوش يقول ورايا الطريقة التلقينية والتحفيظية لاحفظ وهارحشي ديمانو الطفل اطلقت من القموس هو اللي هيكتشف الديسكافر لوحده ها هو عرض اصوته حروف اقول لي با وده ايه او مع بعض يبقى با بس ما اقولش يقول ورايا بو زي ما نتعلمونا هزمانيا بو كو بيش كلام دا خالص هو اللي هيكتشف لوحده هابدأ بحرفين اكدت الابني ارى حرفين كويس جدا 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 هابدأ انقل على الخطوة التالية. ما انقلش على الخطوة اللي جاية. إلا لما هتأكد ان هو بدأ بحرفين. هقوله بو كو دو فو جو هو جو. هقوله دي اسمها ايه? هيقول لي بو. هقوله برافو عليه ها? حط الاكس ساوند هو اللي كامل. بو. بوكس. وهنا يبيبدأ معانا صوت الشورت او في الامريكان اكس. بص كده. بوكس. بوكس. ما اسمهاش بوكس. في البريتش بيقفل وبقوم بسرعة. بوكس. لكن الامريكان بوكس. طب احنا يا مستر ننطق بوكس ولا بوكس. ننطق امريكان والبريتش قناتاني وتالت وعاشر الامريكان اكسنت هي اللي معروفة في كل الدنيا. رحت اي مكان سافرت اي مكان الدنيا كلها تتهمك. البريتش مش مفهوم لازم تكون دارس او اللي قدامك دارس اللهم في البريطانية عشان يعرفت بتقول ايه? فصعبة جدا جدا درستها وتدرسها. لكن لما تكبر ان شاء الله تعرف الاختلاف بينهم. كجوهر واساس للغة. لكن احنا بنطق امريكان اكسنتها بنقول بوكس. هو حد يقول لي في الواجب بوكس. انا ما قلتش كده. انت قلت بوو بتحول او باسمها. احنا لسه في الشورت او بوكس. كل هتفتح بوكك شوية. ادي بوكك اهو. ما تقولش بوكس. 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 قالتني قالتني بوكس. بس بوكس. 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 طبعا انا بقول بالروحة فتحس ان هي مش جاية قوي. لكن انا بقولك بوكس. لكن هو حبكلم بوكس. بوكس. تمام? ما توقفش عليها كتير. طيب. هقول له دول اسمهم ايه? هتقول لي كوب كوب. هقول له كمل. هتقول لي كوب. وكلمة كوب امريكان اصلا معناها ضابط بوليس. طب ما البوليس اوفيسر دي معناها ايه? معناها ضابط شرطة لكن بالبريتش. ده معنا ايه? ان احنا بنجيب في مناهجنا الكلام اللي الناس كلها عرفاه. السهل. كلمة كوب محدش يعرف ان كلمة كوب معناها ضابط بوليس. معناها امريكا. ومش بتلاقيها في منهجنا. لكن تلاقيها فين? معاني بوليس اوفيسر معناها ضابط شرطة. معناها بريطاني حطينا متر الانفاق وصابوي متر الانفاق. ايه اللي دارك اكتر? كلمة معناها بريطاني حطيناها في المنهج. وصابوي امريكا ومش حطيناها في المنهج. ما تسألش كتير المنهج بتاعنا ايه? بتاعنا خليط. اللي تنسب العقلية المصرية. المهم. كوب كوب كوب. بلاش نقول كوب. كوب ده حاجة تاني. كوب. كوب. طيب ادي مع ال او وهنتشجأ بنطق الكلمة دي عناك دلوقتي اسمها داق. داق. لو جبتي لما دلوقتي قلت لها كلب هتقول لي ايه? هتقول لي داق. حتى الصف الطفل وهو صغير بي. يا رب ايه? يا لولو? لما? دولو? هعرفكم بس ليه بيادة علامة? عشان عرفكم بس ان الطفل بيستوعب اي حاجة. انت هتديره الصح هيمتقى الصح. هتديره الغلط هيمتقى الغلط. الكلب عني ايه? الكلب عن ايه? اوكي. لما. طبعا لما صغيرة لكن بعودها عن تقول الصح من صغرها. وانت كمان عود ابنك عن تقول صح. الموضوع مش صعب. متقولش لا هو اصلا مش عارف. البنت اه صغيرة. تمام? مش هقول اسمناها كام عشان تعديها لاخير محظوظة معي. فضع. كان بيعني يولو? دا. فاتحة بقاها ازاي? دا. فانت انت كبير جدا فما تقوليش مش عارف. صعبة. دا. كان بيعني يولو? دا. اسمع بقى منها كلمة اه كات. قطة يعني? كات. كات. نطقها عامل ازاي? ما فيش حاجة مستحيلة يا جماعة. ما فيش حاجة مستحيلة وما ما تستسهلش. وتقول ابني مش هيعرف تاني يا لولو. قطة يعني ايه? كا. كا. عاملت اي ازاي? اه. فالطفل التعليم في الصغر فعلا انت كان نقش على الحجر. تمام? فانت خليك مصر على النقط الصح علشان ابنك يتعود يقول الصح بعد كده. نكمل. الدي مع الاو ده. شو بتاعيات كده يا? بتاعيات. دا. دا. طيب. الاف مع الاو فو فو هنكمل هيقول فو. فوكس. روح ايضا خلص روح. فوكس. الجي مع الاو جوت جوت هنحط التي ساوند هتبقى جوت. جوت. كلمة جوت التصريف التاني من كلمة جيت. يحصل على جوت. حصل على. الاكشي مع الاو برضه هتفاجأ من نطق الكلمة دي. ها هنحط التي ساوند اسمها هات. حران او حار هات. مش هت. عرفت ليه? قلت لك لازم تبدأ معايا الكورس من الاول. لان اكيد مليون في المية مهما كنت ومهما اروح تطنطق الكلمات دي غلط. بتقول هت. ودو. وفوكس. فاكس. دا. هات. هتفرق جدا جدا معاك مستقبلا النطق ده. النهاردة. آآ اللي بيطلع يسافر برا في اي شغلانة. هقول تاني والتاني والرابعة. ليه? الاكسنت مهمة. الاكسنت مهمة انا عندي اتنين متقدمين لوزيفة معينة. انا خريج. والتاني خريج. التاني معاش هادات. والتاني معاش هادات. وده معاك خبر. ده معاك انجلش. ده معاك انجلش. لكن ده بقول هت. والتاني بقول هات. انا كصاحب شركة او صاحب مكان. انا كلهم متسويين في كل حاجة. هاختار مين? هاختار اللي واحد اللي شكله او نطق كويس لشبه الاجانب عشان هيشرف الشركة. هيكون واجها للشركة. بتفرق جدا جدا مستقبلا. شكرا اقول لك انا بركز يا حلمي على النطق. تمام? نطق مهمة جدا والنطق جزء اللي هيتجزق من التأسيس. ما تقولش قدام هبقى عرفه نطق الصح. مستحيل. كرسي قراءة واملاق ونطق. كل حاجة. مع بعض. ما تقولش قدام هبقى اعلمه الصح. مش هتعلم. خلاص. طيب. اله مع الو هب حط التي ساوند هات. هات. الجاي مع الو جوب جوب هنحط البي ساوند جوب. كمان جزء كمان تاني للنطق للوظيف والشغل والشكل المهندب في النطق في اليسان بيفرق. كمان النطق الكلمة بيغير معناها. لو قلت كلمة جوب معناها كلمة وحشة جدا جدا جدا. لكن لو قلت كلمة جوب معناها وظيفة. هتقول لي تب ما هو اللي قدامها هيفرد. افرد انت بتكلم واحد اجنبي. وفص خليبك وقول جوب. هو بيفهمها مثلا اي 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 نيد جوب. او اي ايد اي دا جوب. كلمة جوب معناها وظيفة. انا محتاج لوظيفة. لأ قلت كلمة جوب جوب معناها آآ 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 نوع من المخدرات بيتشرب. لن خليل إذا كانت برّق حد قلت قلت الكلمة دي بدون قصد فهتوديك في مرحلة تانية خالص زي ما قلنا النطق كمان بيغير معنى الكلمة زي كلمة بارك يعني منتزه بكلمة بارك معناها ينبح أو يهوهو زي الايه زي الدب سوري في اللبس تاني باكس باكس كوب كوب داك داك فاكس فاكس جوت جوت هوت جوب جوب نكمل اللي اللي مع الاو لو لو هنحط كمان او زي ما احنا لو هنحط الكي لوك ايه دا يا مستر او هنطقها زي الاو اي وقت خد القاعد دي الوقت دي ان الضابل او زيها زي الاو واحدة فات لوك طاك اما الكلمة يا مستر قلت لك ايه كل وقت او كل حاجة بتشرح وقتها دول حطوهم طبعا شورت او لما نوصل او هقول لك الصوت التالي لل او او خلينا الوقت يعرفين ان او 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 تاني عشان اعيد من الاول تاني الناس قاعدة من بدري ونس ملتزمة مش هساول الناسة ملتزمة بغير الملتزمة احنا شغالين من ساعة موس وش يغالين من بدري فاللي جاي متأخر يسمع الحصة ولما يخلص وبيرجع الحصة يجيبها من الاول تاني تمام? لوك لوك الامي مع الاو مط مط هنحط ال P sound موب موب اللي هو المنسحها والششوبة وعلها موب اسمها موب 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 الامي مع الاو نو 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 هنحط ال T sound طب اسمها نات باسمهاش نوت نات 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 واي نوت. واي نوت. مش واي نوت. حاسمها روت. نوت. نوت. الـ P مع الـ O. put put. هنحط الـ T-Sound. PON. PUT. PUT. يعني إناء أو حلة يعني. PUT. 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 الـ R مع الـ O. هنحط الـ CK. هيتلخبط. هنقول له خد بالك. ان الـ CK زيها زي صوت حرف الـ K. ك ك ك. وهنخدها ان شاء الله في الشهر الرابع بإذن الله متاعها. روك. خد بها كنوتة حرف الـ R. روك. 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 هو هتقول روك. 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 يعني صخرة. الـ S مع الـ O. سوك سوك. نفس الحكاية هنحط الـ CK. هتوب اسمها سوك. كلمة سوك فلدة شراب واحدة. لو عايزة خليها جامع الشراب نفسه. هحط الـ S بقى سوكس. لان احنا عندنا في اللغة الانجليزية مفرد. جامع. مفيش مثنة. اي حاجة من جزئين. زي الشراب زي الشوز زي النظارة. زي البنطلقون تنقوا عليه. جامع. جامع. سوكس جامع. الـ T مع الـ O. توك توك. هنحط الـ P ساوند. هتوبقى توك. توك. توك يعني كمة. تمام. الـ V مع الـ O يبقى. هنحط الـ T ساوند. اجين. لوك. ماب. نوت. هتوب. روك. ساكس. توب. فت. نكمل. الـ W مع الـ O. وووو. هنحط الـ O كمان عادي. ووو. هنحط الـ D ساوند وبقى اسمها واد. خشب. وإحنا قوانا صغير فهيكد كويس جدا جدا. كان قوي علىها خشب. يعني وود. بس مهاش وود. واد. شورتة O. واد. الـ O مع الـ X. اكس. اكس. بس مهاش اكس. اكس. افتح بقى. الـ Y مع الـ O يو. 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 هنكمل. تبقى. يوك. 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 الـ Z مع الـ O تبقى زو. هنحط الـ D ساوند. تبقى زود. زود. من الأول تاني علشان الناس يقاسين لساقية متأخر تاني. بوكس. كوب. دوك. فوكس. جوت. هوت. جوب. لوك. موب. نوت. هوت. روك. سوكس. واد. واد. اوكس. يوك. زود. خلصنا المرحلة دي حرفين اراهم والتالت اراهم هابدأ اعمل ايه؟ هاخد اربع كل اربع كلمات وحطوهم في صفحة وينزل بينهم عمود وهو بيكتب ينطق بوكس كوب وهكذا. خلصنا. تمام؟ الكتابة هابدأ اعمل المقارنة دي. ما عملش المقارنة دي. اللي مشورته O ياخد حقه. تاني. احنا هنعمل المقارنة عشان نرى عشورته O. بس الاولوية المين النهاردة عندنا شورته O. نذكره. ونتملأ الكلمات. ننزل بيها عمود. خلاص. خلصناها. لازم اتملأ. هابدأ اقول له. با. او. باكس. خلاص. خلصنا املاق وكتابة بقراءة شورته O. هابدأ اقول عن كارنة. باسمها ايه؟ باكس. كوب. كاب. دونك. باك. فاكس. فاكس. جوت. جات. هوت. هات. حتى لو يطيني مانهاش معنى. بنرشع له احنا بننكرن اسواق. مش كلمات. جوب. جاب. لك. لك. موب. مال. نوت. نات. هات. بوط. قاتف. روك. ریک. سوق. ساك. طول. تا. ود. تا. ود. ود. يبقى خلصنا شرطة اول كلمة حرفين والتالت وعلينا وتملينا ونزلنا عموك والطميمة تعليمية في المية هبدأ تمام هبدأ بعد كده اعمل المقارنة دي واعمل تحت الحرف ده خط ودخل بقوله خد بالك احنا بنركز بالشغل كله على الحرفين دول دول هما اساس القراءة في اللغة الانجليزية كانت الخمس فروح دول اخذنا النهاردة كده حرفين تاني بوكس باكس كوب كاب دوغ داك فوكس فاكس جود جاد اللي شعلا فاكملها معنا وانا شمعها هوبط هات جوب جاب هاكَ لقم موب ما MICHAELAF نرحل PET لوك ساك ساك المكان عشان باكس نرحل زد زد. خلصنا المقارنة اراهم كويس جدا جدا وطملت هبدأ بقى اعمل ليه كلمات من دي ومن دي الاخبط. الاخبط هشوف هو مستوعب وعالف الفريق من ال اي وال او عشان في المنهج ان شاء الله لما ياخد كلمات فيها كده. كل مرحلة بناخدها بناخد عليها كلمات ويملاع عشان لما تقبله في المنهج بقى هو تخلصها مليون في المئة. هبدأ اعمل ليه كلمة فيها شرطة اي وكلمة فيها شرطة او. هقول له اكتب كلمة بات. تبكتب لي كلمة بات. تبكتب لي كلمة داك. تبكتب لي داك. وهكذا. هابطلو كلمة من هنا. وكلمة من هنا. كلمتين شرطة او كلمتين شرطة ايه. هلاخبط له. هتلاقي ابنك مستوى فرق جدا 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 جدا. ولا اول مرة بيكتب الكلمة عن طريق اصوات مش عن طريق الحرز. هتلاقي انت عمرك ابنك متعود ان هو يقول بي او او. لا 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 اطلاقا. طيب افرض انا يبقى ليه في كلمة كده دابل او وعملها او واحدة احسبها له صح. لانه ما عندوش اي قاعدة تقول له انت اكتب الكلمة شرطة او دابل او او واحدة. خلاص اللي هاقص على ده كان الواجب. الواجب ان هنزل بيعمل ويبعث لي فيديو. فيديو صغير يبقى الشرطة او لوحده. وفيديو تاني المقارنة من الشرطة او والشورط اي. تاني. فيديو مقارنة من الشورط اي. ومقارنة من الشورط او. والنطقي ايه مكتوب. كانت دي حصة من كرسي الفونيكس رقم عشرة.